السلام عليكم الأحباب إن شاء الله كانت تكونوا ملاح وبخير عليكم الوصفة تعليم ستكون بقلاوة في السنة وصغيرة تعطينا على 25 وصفة وبالزفحة هي لكفيفة وذليفة سنعطي لكم العجينة كفشة دينها الحشوة التي ستكون غير بالكوكا والبنة مضمونة البقلاوة تعليم جيم ورقة معسلانة هذه آخر وصفة من وصفات العيد غالبا أنا حدثتها لكم ذوكا الناس الذين يداروا البقلاوة بصحتهم وليما داروش يدو فكره ويقدروا يدوره هاست المائة غرام تعال كوكا وانتو مادرتو بلاطو تعليم بقلاوة تجيكم معسلة ما شاء الله بسم الله على برقة الله كيف رأيكم تشفو هنا الحباب أول حاجة رح نبدو بلابات تعليم بقلاوة يعني الحمد لكم العاجلة التقليدية تعزمان غير بسمن عندنا 4 كيلة تعال فارين الكيلة وحدة فيها 200 غرام كيف رأيكم تشفو الحباب يعني الكمية كامل 800 أغرام ملعقة تعال افاني لتنكيه وشوية تعال ملح هادو هما النواشف اللولانية مش رح ندير وندخلو هاديك الافاني وهذاك الملح بالنسبة لليدم السمن رح نحتاجوه 200 أغرام هادي هي يعني 4 كيلة تعال فارينو بكيلة تعال سمن هاك ده نديرو حفرات توجه في الواسط نجيبو السمن تعالنا بعد ما نكون نحطينا في الميكرواند نحطوه كامل الكمية هاك ده نحطوه كامل وراح نضيفولو حبة تعالبي ها نبدأو نبسوف هاداك الفارينو وندخلو نهاك كامل هاداك اليدا هاك ده نحباب انا عندنا خالط ما بين ما وماء الزهر ضفيهم غير شوية في الميكرواند ونبدأو نحطوها هاك ده رحباب باش نطموا الاخباطتا عنا اخفوه ده رحب بعد ما نشوفو العجين تعالنا يعني يبدأ ينطم لا تقوم بإضافة جميلة نقوم بإضافة مليح ونضعها هنا في فوق البلون حتى نضيفها قليلا يجب أن نضيفها قليلا بعد أن نضيفها نقطعها هنا على 5 قطع هذا القطع الأولى ثالثة 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 نضيفها قليلا نضيفها ونضيفها ثانيا 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 نضيف فوق البلون الآن نضيف الأمر ثانيا يعني الحشو والتعناق كل واحد مقدور ولي عنده كوكا ويدير كوكا ولي عنده اللوز اللي عنده البوكسارات هذيك راح تبقى على كل شخص كيفاش يقدر يوفرها هذا ما كان ما تصعبوش الحالة هنا هنا عندنا 600 غرام تعال كوكا وقلنا نديروها ببسيطة تقليد يبش يقدروا تجربوها إن شاء الله هنا 600 غرام الكوكا والتعناق وبقشورو دخله للفوريار بخمسة دقائق أشرة دقائق خفيف من بعد ترحوه كما راكو تشوفو هنا لحبب نضيفو له ملعقة تعالى فاني 600 غرام تعال كوكا ونضيفو لها سكر 150 غرام يعني 150 غرام مع في ربعات ضحلكم 600 غرام تعال كوكا ندخلو هذا السكر كامل يعني كل حاجارة هو الحال إن شاء الله بعدما ندخلو السكر دارون نضيفو ملعقة تعسمن اللي فيها غير 25 غرام يعني تكون طرية ندخلو كامل هذه كل ملعقة راح نجيبو ماء الزهر ونبدأو نطمو بماء الزهر كما راكو تشوفو الحباب نحطو ماء الزهر ونبدأو نطمو غير خفيف طريق الحشو التعناق هاوليك الحباب يعني يتشكل من بعد قدروا تفرقتوه شوية يعني هاكذا خفوفي ما شاء الله الحشو التعناق أرى هو جد نغطوه نخلوها أكوتي نستنو لابا تعالى ترتاح سويعا ونجو نخدموها خفيف سوف نجيبوه بالقطع الأولى شوفو بعد ما ترتاح ما شاء الله نديرو لهم توجو شية فارينا من تحت شية فارينا ملفق نخدموهم بالحلال خفيف ضريف تبعوني هاكذا احباب نصدو نعرضوهم هاكذا شوية يعني هادي الخدمة مهمة وسوف تعالونكم ما شاء الله سوف نطبقوها على طريقة لابات هاكذا احباب ونزيدو هنا وعلى زوج نزيدو نكسل وحمل يحتجو استعينو بالفارينا بعد ما خدمناهم الاحباب سوف نكمل كامل ونخدموهم الاحباب بعد ما كملناهم كامل يعني خدمناهم كامل وبدأ بعضوك هانا وش راح نديرو نجو ونخدموهم في الماشينا بالنسبة لابات تعنا توجر تقسموها هادي العلازوت يعني بش الخدمات تعكم جيكم السهلة الماشينا تعكم توجر زيروها لحباب كما راكم تشوفو هايلك هنا راح نخدم بها بالسات ومبعدا نعودوها بطوء الواحد يعني توجر عندما تحطوا لابات تعكم هاكذا نجوزوها على قمس سبعة بش لابات تعنا تحكم راح هايلك ونبدأو نخرجو بشوية وكل مجدوه هادي ونقضي لابات تعكم ديرو لابات تعسمن بعد ما نشوفو الشارط يعني نقطعوها هاكذا كي ما راكم تشوفو ونجيبوه نخدمو قيس السنية يعني نحطوها هادي البقلاوات تعكم هادي كالورق كيف نشي تحطوه توجر تدهنوها بسما يعني هادي الطبقة الأولى يعني راح عريضا ما كلاه ديرو تلت ورقة زجو ورقة يكونوا كافين نجوزو لها الاحباب توجر هادي بسمن توجر سمن يعني يكون مدفي شوية ما ديرو الشي سخون بعد ما كمناو الليتور تعنا درت ست ورقات ملتحت ذوك انا وش راح نديرو نجيبوه الحشو كي ما راكم تشوفو الحشو تعناها وليك بعد ما تعلق يعني ما شاء الله الحباب بعد ما نحطو الحشو تعنا قتلكم بسطوهم وش راح نديرو راح نخدمو الليتور المتبقين كمنهم كامل بلبسة طريقة ونعودنوه بعد ما اخذ منه كامل بالنسبة للتور الاخراني فتحوه بالحلال ارقع كومبلي ادوروه في الحلال تحت شوفوه هنا ما شاء الله بازيوه هنا على بوردر تحتكم لازم اللي هو هذا كل نفس كامل تخرج ايو بالله الحباب نضغط عليها هاكدو حطو الحلال تانا هاكدر حباب ونبدأو نجوزو فيها غير بالعقل يعني ليشوية هادوك الزايدين كامل راحين يتعيرو بكل سوال جيش باب ما شاء الله هو صغير وكوش راح نديروه تقطع تقطع تحبوه موربع تحبوه مقروطة لكم اللي اختيحنا نقطعوها على طريقة ازمان ايو ماذا ندرناها بالكوكاو عندي هادو المول كي ما راكو بشوفوه وولي راح نكيلبي نروحو الديركتموه هاكدر للجهة الاخيرة هاكدر حباب ونرشموه بحبات تعالي هاكدر حباب بعد ما رشمناهم كامل شوك فش جمد حوفير ما شاء الله ذوكا راح نجيبوله تبعو هادو الرشمت تعاكم وتقطعوها حتى الى تحتها لحباب واشكلا كلها كان الاحبيبات ما شاء الله ذوكا هو هادو هاش راح نجيبوله لوس تعالي ونبدأو نرشق الحبيبات نحطوها هاكدر في البسط ونرشقوها عن طريقت عسيمان هاكدر الحباب هاش راح نذيرو نكمل كامل الحبيبات ونجيبول هاكدر حسيمين بعد ما غطيناها وخليتها ترتح انا خليتها ترتح حوالي 6 سوايا انتم ما تقدروا تطيبوها ديركتموه وفي ساعه عندما تغطوها ضروري انكم تغطوها مليح يعني باش لابتتاعكم مدير لكمش القشرة نجو نفتحوا عليها هذا الحباب يعني البقلاوه راح نطحوفة و ما شاء الله دك اهم حاجة وش راح نجو راح نجو لطياب تحت طياب تحت طياب تحت الفورتاعكم شعلوها لمئتين درجة يسخونوا مليح حوال نصف ساعة ساعة من بعد عودوا ترجعهم ميوستين درجة و تخلوها الطيب الطيب من تحترز و تحمراها من فوق الوقت راح تاخد لكم من ساعة ونصف حتى لزو السويع غير بها يعني اجيكم محمرة ما شاء الله بعد ان اخرج البقلاوه تعنا سخونة عينين ربع ساعة لاخر ازلت لها مسحة بالدهن و دخلناها تتحمر ما شاء الله راح نجيب لها العسيلة حوالي 800 حتى ال 850 اه اذا نبدو نعسلو فيها الحباب راح نديرو نخلوها ترتاح حتى الغضوة ان شاء الله تشرب العسيلة بياق ونجو نشوفوها على بركة الله كما راح تشربوه خوة اخياتي العزاز بعد ما خلينا بغلوه باتت ما شاء الله في الاخر ستلها شوية عسل من فوق الشياطي الواجهة ما شاء الله هذو الحبيبات اللي كنت نحيتهم لكم في بداية الفيديو هذه الحباب اللي كنت قسمتها لكم يعني البقلاوه تعكم راح للكوكوهذا كي يجي معسل و تجي مورقة على الحباب وبنيناق في فضريفان غير بالكوكو وهنا شوفوا التعسل كي تبدو تطلق التعسل تلقاوا الكوكوهذا كم معسل و شايدوا بلاستو يعني كي تقطعوا الحباب تقطع لكم بكل احذراف ان شاء الله تكونوا عجبتكم الوصفة تعاليو من الاحباب وكانت خفيفة ضريفة عليكم تجور ضربوا بالموس هاكده حتى لتحته يعني باش عندما تحبوا تطلعوا حبيبات تبعكم يطلعوا بكل سهولة نحطوا هنا الى راكلات ونطلع لكم حبيبات تعاليو بقلاوه شوفولي بسم الله ما شاء الله المهم ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وكانت خفيفة ضريفة عليكم اخوكم دحمنوس ما بقالوا يقول لكم غير بقوا على خير واته الله وفر واحدكم الحباب السلام اشتركوا في القناة